اشتركوا في القناة او فقل على الاسناد الطلبي الاسناد الانشائي والتعقيب هذا بعنوان سؤال اذا اتضح المراد من الاسنادين الطلبي والخبري فما لنا نرى كثيرا من الاضطراب في الاستعمال فانه طالما طلبنا باخبار وطالما خبرنا بانشاءات فلما هذا الاختلاف في الاستعمال بعد معرفة وضع الهيئات هذه هيئة الاسناد الانشائي صار معلوم في بيلك لما تستعمل تستعمل لطلب المعلوم او لطلب استفهامي او لطلب على عاتق المخاطب او لاجتناب فهو النهي والامر والاستفهام والتمني اذا كان هذا فلماذا نستعمل هذه الانشاءات في مقامات اخبار والعكس صحيح اذا عرفنا هيئة الاسناد هذه وانها تحكي واقعا فلما نعدل بها واذا عرفنا ان تلك لا تحكي واقعا خارجيا انما واقعها هو ابرازها من قبل المتكلم فلما نعدل بها الى غيرها قال والحكمة البلاغية تفرض نفسها لطالما انت استخدمت انشاء استخدمت اخبارا في مقامات انشاء وما قولك سمع الله لمن حمده الا من هذا الباب فانت استخدم جملة خبرية في مقام تريد طلبا قولك سمع الله لمن حمده اللهم اسمع لمن حمدك غفر الله لك انا اخبر بانه غفر الله لك اخي انت عرفتني في الماضي بان الجملة الخبرية تكون في مقامات الطلب عليكم السلامة والله يعني تستعمل الجملة الخبرية في مقام الانشاء مثلا ماذا يفعل من صار بين يديه كيت وكيت قال اغتصل وصله اعاد صلاته اعاد صلاته يعني اعد اغتصل وصله يعني اغتصل وصلي اليس كذلك هذه يقال عنها جملة خبرية ادل على المطلوب من الطلب ليه لانه هون شو بينقال بينقال لمن سألت ماذا افعل قال اعاد صلاته اعتبرك امتثلت وطبقت وفعلت بعد ان امرتك كأني قلت لك اعد فقلت انا جاهز ثم باشرت فامتثلت فاعدت الصلاة واضح جملة خبرية ادل على المطلوب من الطلب طيب هذا فهمناه احيانا انت لست في مقام الامر هذا جملة بذل على هيئة افعل يعني هي مثلها مثل هيئة طلب هيئة افعل طيب احيانا انت تخاطب مولاك عز وجل مي غفر الله لمن حمده سمع الله لمن حمده غفر الله لمن تاب غفر الله لمن اذنب غفر الله لمن استغفر هذه مطالب بين يدي الله عز وجل وليست في مقامات الأمر فالجملة الخبرية تأتي في مقام الأمر فهمنا قل لا الأخبار تأتي بصيغ الإنشاءات ما هي الأهداف كثيرة مثلا سمع الله لمن حمده وأن تخجل أن تطلب من ربك عز وجل فتتأدب بحضرته سبحانه فلا تطلب إنما تستخدمها بعناوين شو تدفع عندك بهذا العنوان قفر الله لك مثلا شو تدفع عندك لهذا العنوان أو مرة أخرى مثلا تستعمل هذا المعنى فتقول مثلا لو يراني صديقي أفعل كذا 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 قصدي من هذا أرني أو رأى أو انظر إلي انظر إلي مثلا إذا هذا من باب التحضيض ذاك من باب التشوق هذا من باب الأدب هذا من باب الاعتراف هذا من باب الإقرار شو يعني إقرار لأن طالما استعملت مثلا هذه الجملة تقول إيتني بفلان أقول فلان يتريده مش فلان تريده فلان 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 ابن فلان مش في مقام الاستفهام إذن تستخدم أنت أساليب الإنشاء في مقامات الإخبار ليست في مقامات الإخبار هي في مقامات الإنشاء بأساليب الأخبار ما هي الدوافع؟ كثيرة اجتهادك فيها مثاله يقول يؤتى بالخبر ويوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة أغراض كثيرة لا تحصر بما ذكر إنما يفرضها عليك المقام مثاله التفاؤل وما معنى التفاؤل؟ تفاؤل يعني أن تنزل المطلب منزلة الحاصل مرة أقول اللهم مغفر لإخوتي مرة أقول غفر الله لإخوتي يا أخي أغل اللهم مغفر طلب بس غفر الله لهم خبر لكن مضمونه لكن مضمونه طلب وإن شاء غفر الله لكم هذا ليش؟ لأني أتفائل بأنها حصلت أحسنت استبشار تفاؤل استناس هذا شو تحب تسميه أنت؟ تنزيل المطلوب منزلة الحاصل غفر الله لك يعني أنا ما كان ليكون قولي غفر الله لك إخبار إلا بعد أن اطمأننت بأن الله قد غفر لك أليس كذلك؟ حشرك الله مع الحسين طيب حشرك الله مع الحسين اللهم احشرني اللهم احشره مع الحسين بهذا المعنى يكون طلبا لكنه في الحقيقة طلب ينزل منزلة الحاصل ولذا بالدقة بالدقة ما كان يجوز لك استعمال الخبر إلا ما يكون هناك واقع بس تدعي حصول الواقع في الخارج فتخبر عنه حشرنا الله وإياكم في زمرة محمد وآله هذا طلب يا إخ هذا طلب بين يدي المولى عز وجل لكني كلني أمل كل أمل وثقة بحصول هذا المطلب فأخبر كأنه حصل واضح إن شاء الله قال ومن الأغراض التي يعدل فيها بأسلوب إلى آخر الإحتراز عن صورة الأمر ليه أسبابه كثيرة أنت بتحكي مع أبيك بتحكي مع من له عليك حق قل ما تطلب منه قل ما تطلب منه إنما تعرض عليه تعرض عليه مثلا فهذا من باب الإحترام من باب التأدب من باب التواضع مثلا يعني من باب المثال رحم الله فلانا أو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي أنت عم تحكي معه بمعنوان الطلب ثرد عم تحكي مع أبيك أو عم تحكي مع سلطة عم تحكي مع القانون يسمح بهذا أنت عم تخبره لصاحب القانون وأنت لا تخبره أنت لما تسأل مثلا عالما تريد منه طلبا فتقول والشرع يأذن في مثلها أنت تخبر عالما بما يجهل لا وأنت تدري بأنه يدري لكنه طلب منك بهيئة الخبر الشرع يسمح مثلا بأن أقبل يدك الله يحب أن أتواضع بين يديك مثلا الله يحب المحسنين وإلا كم وكم من الآيات الكريمة اللي يجد بعناوين أخبار لكنها بمساليب أخبار لكنها بمضامين إنشاءات مثلا فيها حث فيها حظ طبعا مش رح يكون فيها تأدب لأن المتكلم هو المولى تبارك وتعالى تأدب يكون منك إليه سبحانه مثلا إن الله يحب المحسنين إن الله لا يحب الكافرين إن الله لا يعني لا تكفر يعني لا تبذر يعني لا تسرف وهكذا ومن الأغراض التي لا تجهلها أنت ويستعملها الناس هو التنبيه على اليسر يعني مثلا رأطيك هذا المثال الحسي الذي تستعمله كثيرا شخص طفل مريض مضطر محتاج يخشى من العلاج أنت حتى تسهل عليه وتطلب منه أن يأخذ الدواء بأي عنوان تأخذ منه الدواء ولدك ولدك كيف تغريه في أخذ الدواء بتجيب له أو يمرك بعنوان قصة بعنوان حكاية الآن نأخذ الدواء ونتقول له شخذ نأخذ نأخذ الدواء نستطعمه نستلطفه لطيف طعمه جيد هذه أخبار وليست إنشاءات لكن مضامين 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 أمر بل ومضامين تهديد وبعد شوي مثلا تستعمل القرينة الحسية على المقام شوي القرينة الحسية العصى لمن عصى مثلا هذه القرين بدك أكبر من هك قرين إنه أنت في مقام الأمر يعني مثلا إذن هذا كثير استخدامه بين الناس من غير التفات إلى تبديل في الأسلوب لكنهم يتعمدون هذا شو بتحب تسميه تنبيه على تيسير المطلوب إغراء تسهيل نعم تسهيل وهذه كثيرة في مقامات الشدائد في مقامات الشدائد تنزلها خائف من موته خائف على صحته يخشى مستقبله تجلس بجانبه وكأنك تأمره لكن بأسلوب لطيف تسير إلى ربك ينفتح عليك من أبواب رحمته عم تحكي له قصة ما لم تعرفه في الدنيا يحضرك علي وآل علي فإنهم يحضرون الموتى وهكذا ما هذه هذه أخبار لكنها لتسهيل الشدة على صاحبها مثلا في مرادك أن تخبره بأن يستقر ولا يقال للمنازع استقر أثبت لا تضطرب ما بك إذا بتقوله ما بك هذا يزيد غمه ويزيد همه ما بك هذا استفهام بيكون إنشاء مشاهيك إذا بتقوله لماذا اضطرب لونك لماذا ارتعرط فرائصك طيب ما هذا مخيف وإذا إنشاء استفهام إنشاء يعني فأنت تبتعد عن هذا الأسلوب المؤذي إلى أسلوب سلس فلتكن أخبار مثلا لا يضطرب المؤمنون المعتمدون على ربهم عز وجل هذا خبر لا يضطرب خبر لا يخاف المؤمنون من انتقالهم إلى ربهم عز وجل ينتظرون حضور الكرام عليه السلام وهكذا جيد قال ومن مواردها والأغراض المبالغة في الطلب هذه شو المبالغة في الطلب قال إلحاح وشدة وعدم تساهل فتأتي بالطلب بأسلوب الخبر مثاله مثاله أنا لا أرتضي منك العقوق مثلا وأنا لا أرتضي منك كيت وكيت وكيت إلى آخره هذه نواهي هذه نواهي أو طلب بدك يهب بعنوان أوامر لأنها خطيرة أجعلها لك بعنوان الأخبار كيف مثلا أقول لك هكذا لا أرتضي منك ولا أنا فيه إنهاك ولاك لا تفعل لاش أعمل لك لا أرتضي منك لا أسامحك كذا لا أسامحك وشو هو خبر ولا إن شاء هو خبر لا أسامحك لا يرضيني منك لا أحب اللحظة التي أراك فيها تفعل كيت وكيت هذه أخبار لكن ما مراداتها مضامينها إنشاءات من أوامر ونواهي لا أحب لك ترك صلاة الليل هذا خبر لا أسامحك يا أخي أنا لا أجيزك السكنة في داري في داري هذه أبلغ مراتي بالنهي من أبلغ مراتي بالنهي لا أجيزك لا أسامحك لا يرضيني مثلا ومنه قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يا أخي لا تسفكون مش نهي نفي والنفي إخبار النفي إخبار كأن المولى عز وجل يقول أخذنا ميثاقكم لو كنتم تعقلون لا تسفكون دماءكم فلا تنتثر خطوات الشيطان أما خطواتي فهي كذا وكذا واضحة إن شاء الله إذن نستعملها في الدارج من الكلمات بالتفات وغير التفات لا يرضيني لا أسامحك لا أرضى لك إلى أخوة هذه أخبار ومن المستعمل المستعمل ما يعبر عنه بالمبالغة في الرغبة في الميل في الاجتهاء في الأنس مثلا كأن تقول في حق من يغيب عن عينك جمعن الله به مثلا إذا الآن إذا ما ذكر الحسين عليه الصلاة والسلام يستحب لك أن تسلم عليه صلى الله عليه وآله تقول صلى الله عليك أبا عبد الله صلى الله عليك أبا عبد الله هذا بذاته خبر لكنك في موقع إن شاء اللهم صلي على الحسين واحد وإذا ما ذكرته بحنان أو بحنين قلت رزقنا الله زيارته والباقي من المستمعين يؤمن إذا ما هذا المعنى هذا المعنى طلب ورغبة بشدة وميل وأنس لكن يعبر عنه بالأخبار وإلا حسين استدعني إليك مثلا يسر لي زيارتي إليك بينما هو المطلب أتى بصيغة الأخبار رزقنا الله زيارته والكون في حرمه والأنس بجواره إذا كله رزقنا رزقنا إذا شو هو؟ إذا خبر جيد نعم مثلا ماذا دعاء ولا تنحصر المواقع بهذه ولا المواضع بما ذكرنا فأنت خبير أن الناس في غرائزياتهم بلاغيون يجيدون ما يريدون ولا يلتفتون يعني يبدلون أخبارا لإنشاء وإنشاءا بأخبار وأمرا بغيره وطلبا بغيره وهم قاصدون جادون ولا يلتفتون إلى تبدل في الأسلوب لكنهم يتحمدون تلقائيا تؤدى الحكمة بعبائر شتى جيد وأنت هكذا إذا ما نظرت ودققت في استعمالات الناس وفي استخدامات اللغة كأدات ترى فيها مجالات للتبديل والتغيير وكلها حسنة ولا ضابط لها إلا الضوق يعني شو القاعد اللي بتخليك أن تستعمل الأخبار في مواقع الإنشاء ما هي الضابطة ما هي القاعدة هذه ليست مثل حذف الأخبار وحذف المبتدئات حتى تعدى بمواطن مثلا قلنا هذه ضابطها الضوق السليم حيثما استأنس المستمع ووصل مرادك بتمامه فالأمر جائز وإن خالفك البلاغيون من العلماء وإن لم يستسغ منك المخاطب أو السامعون هذا فأنت على خطأ حتى لو كان ذلك مأذونا في كتب المعلمين واضح إن شاء الله جميل هذه الموارد على كثرتها اسمها استخدامات الإنشاءات بأساليب الأخبار وقد تنعكس وقد تنعكس ما هو المراد قال يوضع الإنشاء في موضع الأخبار يوضع الإنشاء في موضع الأخبار شوف الأي ما أجمل التعبير فيها قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد طب أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم هذا هو المراد واستخدامه بأداة لفظية صريحة في الأمر أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم كان من الظاهر أن يعطف الإقامة على الأمر بالقسط على القسط أمر ربي بالقسط وأمر ربي بأن تقيم وجوهكم عند كل مسجد ليكون خبرا لكنه عدل القرآن الكريم إلى الإنشاء هذا الإنشاء شو اللي خلاه اللي التفات لا بأس اللفتة نظر لا بأس شو بتحب تسميها يعتناء عناية تركيز الهدف منها أن لا يكون السياق لأنه لاحظي يا أحبة ما يسمى بال السياق إذا كان طويلا ضمن أوامر يعني تخيل مثلا مثلا أنا سأطلب منك أحد عشرة مطلوبا أجيب لك يهم بعبارة هكذا شوف الملل فيها الإدمان على السياق كيف يخل بالرغبة أنا أطلب منك درس الصلاة العبادة تواضع بتصير أنت بعد شوي تنتظر متى أنتهي لأنك سرت عم تعدد معطوفات على بعضها لكن إذا بدلت في هذه المطلوبات من أسلوب إلى آخر أن تتوقع مع كل جملة تغييرا فتلتفت أنا أطلب منك الصلاة وأن تدرس ليلك والنهار مثلا غير تارك للعبادة شوف هالتوصيف اللي عم بجيبه إذن هذا التوصيف تبديل والإنسان يمل من الروتين الرتيب يسموه الرتابة الرتابة يعني اتخاذك الأسلوب الواحد غير المبدل هذا تستمجه الأسماع لا تستلطفه لا تستلطفه إنما التبديل يعطي رونقا وجمالا كألوان كألوان الألوان المتعددة تشد النظر لكن اللون الواحد يكفيك أوله عن آخره فلا تبقى منتظرا للزائد فيه والجديد هذا التعبير لطيف هذه الصياغة التي أديتها لك صحيحة تخدمك في تبديل الكلام من إنشاء إلى أخبار والإنشائيات فيما بينها والأخبار فيما بينها وهكذا وهذا يحتاج إلى غزارة في التعبير غزارة وعندك كم من المعلومات والجمل والمرادات والأدوات فتبدل واحدة مكانا الأخرى وهكذا ترغيبا للمستمع صدق المصنف هنا حيث قال ويوضع الإنشاء موضع الأخبار لأغراض واحد إظهار العناية بالشيء شو أصده بالعناية هي لا سمينها نحن لفت عنايتك لفت نظرك شد سمعك ققوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد صارت واضحة بعد في تعبير نحن نستخدمه وهناك ألطف منه لما نبتكتب وثيقة تريد أن تشهد عليها في آخرها فماذا يكتبون يكتبون يقول وأشهدنا الله تعالى والشهود الموقعين أدناه طيب أنت لما اكتفيت لما اشهدت الله تعالى ألا تكتفي بالله خير الشاهدين ما معنى أن تعطف على الله عز وجل عبده وخلقه ألا يوجد في هذا شيء من ما بدي أقول على كل حال مش كان أليق أن تشهد الله عز وجل فلو اخترت عبارة أخرى وأشهدنا الله تعالى ووقع ووقع الشاهدون أدناه لطيف لطيف الشاهد هو الله هو الشهيد عز وجل لكن الذين وقعوا أسماءهم يشهدون على أننا أشهدنا الله سبحانه مثلا هذا التعبير من أن نفهم تأدب فيه وحسن علاقة في التعبير مع المولى عز وجل من قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه وإلا في مجال قال بالتعبير هكذا إني أشهد الله وأشهدكم فإذا أشهدت الله تعالى فلا مجال لعطف غيره عليه لكن هذا من باب الاستحسان أما في الدقة لا أحيانا يتحد الشاهد ويكون هو الله عز وجل والخلق مثلا أشهد الله ورسوله يصح منك بشكل واضح بل يطلب منك النبي صلى الله عليه وآله أن تشهد بين يديه فإذا شهدت وأشهدت النبي فأشهد ربك عز وجل عاطفا له عليه هذا صحيح أشهد الله ورسوله والملائكة والصالحين والناس أجمعين يصح إذن ما الذي حدا بك في قبولها هنا وعدم قبولها هناك الواقع الواقع المقام يفرد نفسه إذا كان في مقام التوثيق وتحتاج إلى 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 تبرك بالشاهد أو بالشاهدين فاكتفي بالمولى تبارك وتعالى وإذا كان في الأمر إقرار لا فاعطف عليه عز وجل من تشاء من الشهود ليكون إحجاجا عليهم أو ليكون توثيقا منهم تنبيه ثالث الثالث يقول الإنشاء كالأخبار أو كالخبر في كثير مما ذكر فيه سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله أن أحكاما تفرض في استخدامات الخبر ومثلها الإنشاء يقول الإنشاء كالأخبار أو الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر شو الكثير مما ذكر مما تقدم وله من الأحكام كثير يأتي بيانها لاحقا يعني سنقول يوما ما إنها في مطارح تطرح فيها أسئلة ويحذف فيها جواب وإن أماكن يحذف منها السؤال ويكتفى فيها بالجواب هذه مواطن سيتكلم المصنف فيها لاحقا متى يحسن حذف الطلب الإنشاء متى يحسن ذكره متى يحسن تكريره يا أخي متى يحسن تكرير الأخبار متى يحسن تكرير الإنشاء هل جاء زيدون هل جاء زيد هل مات فلان أمات فلان هذا ذكر مكرر مثلا ومرة أخرى لا تحذف مرة أخرى تستوضح مرء وهكذا يقول والأحكام بعناوينها تنسحب بين الخبر والإنشاء سواء آخر التنبيهات يقول هو ما ذكرناه لك من الذي يحتم حسن كلامك وقبحه من الذي يحسم جمال ما ذكرت وقبحه يقول وإن اختلفت كلمات العلماء في صيارة قواعد البلاغة وقال كثيرون بضرورة رجوعها إلى ضوابط لأننا مقلدون لآبائنا التراثيين ولأصل المستعملين في لغة العرب وما القرآن الكريم إلا متحديا لهؤلاء بلغتهم بلغتهم فالتتبع والاستقراء لكلمات الأدباء مطلوب والخروج عنه نافر والخروج عنه نافر نقول وما ترك الذين تقدموا أسلوبا إلا باشروه لكن ما باشروه حيث كان معروفا قبل استعمالهم له إنما ابتكره قوم فاستحسنه آخرون وعلى هذا نسير فتكون قاعدة شاملة أعيد إن الذين استخدموا يوما من الأيام تشبيها غير مألوف في كلمات الذين سبقوهم من حسنه المستمعون ولم يكن قبله سابق له فتحسين الذين سمعوه حديثا دليل استذواق فالضابط المجيز والمانع غير المجيز في استخداماتك هو الضوق واستحسان المستمع واستذواق المخاطب ولذا قال يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخر يرجع في إدراكها إلى الضوق الأدبي قل أكثر من هذا يستعمل الإنشاء في موضع الأخبار والأخبار في موضع الإنشاء والمضارع في موضع الماضي والماضي موضع المضارع والحرب والفعل موضع الأسماء والأسماء موضع الأفعال والجملة الفعلية في مقام الإسمية والإسمية في مكان الفعلية كل هذا الاختلاف يحكم فيه الضوق والضوق قلت لك استحسان المستمعين واستذواق المخاطبين ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريقة أدبي يعني استلم فعل الماضي وضع للدلالة على حدث تم في زمن تصرم وانتهى لكن استخدامك للفعل الماضي في المستقبل الأمري كثير كما لو قلت لك أعدت صلاتك هذا فعل ماضي أو بعتك الدار هذا فعل ماضي لكن استخدامه للمستقبل يفرضه المقام فأنا في موضع الإنشاء للأخبار تجعل لهذا الاستعمال مزية أو مزية مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة كما سبق القول وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم